بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المتحدث العسكري باسم الجيش الصهيوني بيتحدث عن عملية عملتها المقاومة بيقول لك عملية نوعية لا مثيلة لها وجعلتهم يترجعوا وخلتهم يترددوا ووقفوا فتحوا التحقيقات وعملوا قصة حزينة طبعا هتقول لي ايه العملية دي هتقول لك الوقتي بس انا عايز الفت نظرك الى نقطة مهمة جدا ايه هي ان انا هتكلم على الموضوع بتاع الصهينة او بتاع المعركة على تلت محاور المحور اللي هو بتاع المفاجأة اللي بيتحدث عنها المتحدث العسكري باسم الجيش الصهيوني والتسليح بشكل عام والمحور التاني اللي هم القتلى والضحايا والكلام دوت والمحور التالت بايا والشباب هو الغزو الفكري اللي امريكا معرضة ليه انا دائما لا اتكلم معك عن الاسلحة والامور دي غير لما تظهر على ارض الواقع ويكون ليها تأثير استراتيجي خد بالك لو سمحت يكون ليها ايه تأثير استراتيجي يعني هتغير فعلا مصار المعركة ومفاجأة سيئة جدا للعدو ده اللي حصل وابو عبيدة على فكرة كان بيقول لهم على انتظروا المفاجآت وفعلا دي كانت واحدة من المفاجآت السيئة جدا بالنسبة للصهينة وعرقلت الهجوم البري بتاعهم بتاع الصهينة وخلتهم هربوا وتراجعوا وبعد ذلك بيقول لك احنا فتحين تحقيق وبعد ذلك بيطلع المتحدث باسم الجيش الصهيني بيقول لك عملية لا مثيلة لها من قبل ايه هي العملية دي والمتحدث ده بيتكلم بالشكل هذا وبيعترف لماذا الامور دي هنقشها مع بعضينا مع بعض الامور التانية فركز معايا واسمع الفيديو للاخر وجزاكم الله خيرا وما تنمشي مني الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي في البداية لو سمحت تابعني على التيك توك هتلاقي الرابط بتاع الصفحة اسفل الفيديو وفيه كمان الرابط بتاع قائمة التشغيل بتاع طفال الاقصى هتلاقيها برضو اسفل الفيديو في تعليق مثبت تقدر تشوف الفيديوهات القديمة والحديثة عن الموضوع ده عايز اقول لك بقى على واحدة في منتهى الوقاحة وحاجة لا تخطر لك على بال حصلة في موضوع الحرب على غزة دي ايه هي الحاجة دي تخيل انت كده في مطش بوكس او في مطش مصارعة في واحد خصم من الخصوم دوات يا ابو الشباب متغلب على خصمه بشكل كبير وضربه ومكسره ومطلع عينه ومشرره دم والمهزوم وهو واقع على الارض وعمال ينزف دم والتاني واقف بقوة وواقف بعزة كأنه من رجال غزة وبعد كده يجي المضروبه من المطحون وكذا والتاني واقف لسه بقوته يقول المطحون ده يقول اللي واقف على رجليه يقول له ايه يقول له خلاص بقى استسلم عشان انا لو انت استسلمت انا ممكن اسيقبك وسامحك مش هينفع طبعا طبعا انا بديك المثال ده ليه لانه الوقت من الاختراحات الامريكية الصيونية ان هما يخرجوا المقاتلين بتوح حماس من غزة زي ما عملوا قبل كده في فتحة بعمار زمان اللي فاكر في ال82 يخرجوا ازاي منتصرين ناس منتصرة ناس بتفرض الواقع بالقوة ناس مدياكم بالجاز ما يخرج ازاي اصلا اللي خرجوا زمان ايام فتحة بعمار خرجوا بخيانة هو يسأل على فت نفسه وخرجوا بخيانة القائلة دي كانوا ادرين انهم يصمدوا وكانوا ادرين يعملوا حاجات كتير قصة مش عايزة اخش فيها لكن الوقت المقاومة الفلسطينية بتفرض الواقع وتحميه ودي مش عايزة منقشة عموما مظاهر الانتصار وبشاير الانتصار كتير بس ده مش موضوعي الوقتي خليني اركز ايه في موضوعي وهعملكم فيديو عن نتنياهو وبيدن وعن يعني الادلة القوية على هزيمة الصغينة لكن ركز معايا الوقتي في الموضوع الاساسي وانتظر الفيديو القادم وخلينا بقى ننتقل الوقتي ايه للعملية اللي تحدثوا عنها والتطورات الاخرانية والحرب على فكرة مش عسكرية بس ده في الحرب على تلك مستويات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري وحرب الغزو الفكري يابو الابطال كمان بيهدد الولايات المتحدة الامريكية برضو بسبب طفان الاقصى القصة فعلا صعبة جدا عليهم وهيضطروا زي ما قلت لك انه هما يلموا الموضوع بسرعة لكن الغرب دايما لما بيتهزم بيحاول بقدر الامكان وغالبا بينجح في المحاولة بتاعته بيحاول انه هو صرطه ما تتهزش يعني برضو يطلع مهزوم ومضروب بالجزمة بس باحترام يعني ما يعملش زي بغير الحكام العرب كده يضرب بالجزمة ويتهزق ويمش لا يتهزق وكل حاجة في السر لكن اما يخرج يعني يخرج بكرمته عشان صرطه قدام الشعوب بتاعته ده اللي بيعملوه لذلك خلينا يكمل لك الحكتة دي بقى لذلك اللي حصل مع اللي بيحصل مع الصهاينة احيانا بل مع ناس كتير اللي بيحصل ايه بتجد انه هناك مثلا جعجعة وتهديدات ومش عارف ايه وكذا وبعد كده ما فيش حاجة تحصل والموضوع يروح في طي الكتمان والاعلام ما يتكلمش عنه مرة تانية السبب ايه السبب انه القوي الطرف القوي حقق اللي هو عايزه في غرف المخابرات المظلمة والطرف الضعيف اكتفى بانه هو يعني يحصل عليه تستر اعلامي وخلاص على كده وخليني بقى اقول لك على عملية يا ابو الشباب هو ضرب فخر الصناعة الصهيونية او الامريكية مضرعة اسمها النمر والمضرعة دي خطورتها فين خطورتها في ان اسرائيل كانت معولة على ان هذه المضرعة لن تتأثر وانهم يستعملوها في نقل الجنود والامداد والامور دي من والى الخطوط الامامية يعني من الخلفية للامامية والعكس بالعكس وبعد ذلك يا ابو الشباب فوجئوا لما المضرعة نزلت يا ابو الابطال انضربت وفعلا راحت اشلاء وبعد ذلك هم قاعدين يعني مصدومين يعني هم اصلا معولين عليها هي ديت فجايين الوقتي مصدومين ومش عارفين يتصرفوا ازاي وقاتل كتير وقع في صفوفهم يعني هم على فكرة بهم ناسبط القتل هكلمك عليها بعدين عشان نطلعش من الموضوع فالوقتي ضرب المضرعة ده شل الفكر الصهيوني وعطل الغزو ده على فكرة مش كلامي انا ده كلام المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بيصف هذه العملية بيقول عنها هذه العملية لا مثيلة لها واجبرتنا على التراجع وفتحنا تحقيق عشان نشوف ده ازاي ده حصل طيب انت على بل ما تفتح تحقيق وتشوف ده حصل وكده المعركة حزين شغال المعركة شغالها حزين ولسه هتتضرب اكتر من كده وهيسقط عندك قتلة اكتر خلينا خش بقى في موضوع القتلة عشان اخلص منه لانه كل شوية نتعرض له القتلة يا ابو الشباب بالوقتي الجيش الصيوني بيعترف حوالي بربعمية من ساعة المعارك لحد الوقت لغير الضربة الاساسية اللي هي بتاع يوم سبعة فبيعترف من ساعة موضوع الغزو البري والامور دي بيعترف بربعمية قتيل وبيقول لك بلغنا اهريهم وبيقول انه هو يعني ده الحصيلة اللي هما حصلوها اللي هما يعني اللي حصلت انا اقول لك الكلام ده مش حقيقي الناس اللي هما اعترفوا بهم دول هما الناس الذين لا يمكن انكار انهم هما قتلوا ازاي هو في حد يمكن انكاره بسهولة ركز معايا عشان اشرح لك النقطة دية وما تنامشي مني في الجيش اللي زي الجيش الصهيوني او حتى الامريكي بيبقى فيه كل مجند له الملف بتاعه فايه اللي بيحصل اول شي الامريكان او الصهيين عموما بيصدروا المرتزقة في البداية والمرتزقة دول بيسقط منهم قتلة بشكل لا يخطر لك على بال والمرتزقة دول مش بياخدوا مئات الالاف وكلام ده زي ما انت متخيل هما بياخدوا الوهم والصلاب بتتعرض عليهم مرتبات كبيرة جدا من الشركات بتاع الحراسة وشركات امنية وغالبا احيانا بيجبوهم على اساس ان هما يشتغلوا خلف خطوط العدو في الامداد او يشتغلوا خلف الخطوط القتالية او احيانا زي ما عملوا في العراق بيجبوهم على ان هما يشتغلوا حراس امن المنشآت المدنية ما لهمش علاقة بالقتال وبعد كده لما يوصلوا بقى وييجي ويحمل وطيس بيدخلوهم ويدعاكوهم وما فيش حد فيهم بيبقى عنده فرصة ان هو يتراجع وبيبقى مفيش قدامه غير الموت قدامه واللي خدعوه وراء وبعد كده بيعيش بقى على امل ايه على امل ان هو يعني ياخد فلوسه كده وفي الاخر ايه بيقتل وازيلك من الشعر بيت عندي بقى شك ده مش كلام خبري عندي شك ان حتى اللي لن يقتل منهم بعد ما المعركة تخلص يلاقوا ان هما يا اما ان هما يرجعوا بلده زي ما منتفقين معاه ويدولوا مثلا مية الف او مية وخمسين الف دولار اضرب بقى في الاف الجنود بالشكل كده يا اما ان هما يقتلوه وهم لما يقتلوه عارفين ان هما معلهمش مسئولية وعارفين ان هو مش جاي ولا داخل الاراضي ولا داخل الاراضي الفلسطينية بشكل قانوني ومرات كمان يجبوهم المرتزق دول يجبوهم على ان هما رايحين بلد تاني خالص وبعدين ينقلوا الى اماكن القتال على فكرة الكلام اللي انا بقوله ده قل يكون غريب على البعض والبعض يعني بيستهجنوا وانا اقول لك المشكلة ان كده مش عايش الواقع الواقع في منتهى السخافة الواقع في منتهى الوقاحة الواقع في منتهى الغدر والقيانة الواقع ان محدش بيحترم قانون دولي ومحدش بيحترم شيء الواقع ان القو بيأكل الضعيف الواقع ان الدنيا ماشية بهذا الشكل ولو مش مصدقني روح عندي على تويتر هتلاقينا عامل مشاركات بقى على امريكا والجرائم بتاعتها وكلام مثبت بشكل رسمي بس مين هو اللي يقدر يحاسب امريكا هذا هو السؤال بالنسبة لموضوع القتلى والضحايا ده اجب لك الخلاصة وخلاصة الخلاصة كلما الجيش الصهيوني يعترف بان واحد قتل تعرف ان فيه قدامه اتنين قتلوا برضو لكن يمكن اخفاءهم ودول صهينا وتعرف ان التلاتة دول قدامهم مش اقل من عشرة خمستاشر واحد او ممكن عشان من بلغش اقول عشر افراد دول كانوا مرتزقة جايين من هنا او من هناك عصبات مخدرات بقى اللي امريكا عملها في كولومبيا وهنا وهناك الوقت على فكرة السيطرة بتاع امريكا انفلتت عن كولومبيا واعتقد كولومبيا يعني حالها افضل من الاول بس العصبات هي العصبات بيجيبوها من اي حتة وحتى بيبقوا مجرمين في كولومبيا وبيخلوهم يخشوا الاراضي الامريكية يعني شغل المخابرات كتير واللف والدوران كتير وما بيغلبوش فانا اتوقع ان القتل بالالاف حقيقة بناء على التوصيف اللي انا وصفته لك ده انا اقول لك قناعتي الشخصية ان القتل بالالاف بدون مبلغة ومن هو اللي هيعرف ومن هو اللي هيحاسب في وجه تاني على فكرة للحرب وهو الخسائر الاقتصادية المهولة بس انا اقول لك الخسائر الاقتصادية امريكا مستعدة تصرف عليها ومستعدة تصرف بدل اليوم اثنين وثلاثة وعشر وعشرين فمش هتخسر يعني مش مش هتخسر خسارتها هتبقى اقل لو هي المسألة خسارة مادية فقط لكن امريكا عندها خسائر تانية خايفة منها ايه هو اول شيء الوقتي اللي عايش في الغرب عارف انه 94% من الرأي العام الغربي هو مع الفلسطينية ومع حماس الموضوع بقى ما سكتش لحد كده وخليني بقى اخش لك من الجانب الاقتصادي عشان نخلص من الجانب الجديد الاهم ايه هو هو الغزو الفكري اللي هي امريكا معرضة اليه الان ازاي كلام هذا بعض الناشطين على التيك توك بالذات وعلى التيك توك ده يدي لك انطباع ان المخابرات الصينية ممكن ورا الموضوع المهم في واحدة ناشطة مثلا عندها متابعين بمئات الالاف او حتى ممكن اكتر من كده دي كان النشاط بتاعها يا ابو الشباب وهو عبارة عن طبخ وملوخية ومهلبية وحاجات زي كده مرات تخش في موضوع الاغاني وتوجه نقد ومش عارفه وضحكة ونكتة يعني ده النشاط بتاعها فجأة دي يا ابو الشباب الموضوع استرعى انتباهها اللي هو موضوع الحرب في غزة وهنا البنت دي وقفت مع نفسها وقفة قوية وبعد كده بدأت تسأل الناس في غزة دي عندهم هذا الصمود ازاي ازاي الناس في غزة بتتحمل هذه التضحيات الظهيبة ازاي الناس دي لحد الوقت ما هربتش من القصف ازاي الناس دي لحد الوقت ادرت ان هي تصمد وعندها الصبر بهذا الشكل وبعد كده هي بقى البنت اللي بتقول الكلام ده مش انا وبعد كده بتقول ان هي يعني وجدت اجابتها في ان الناس دي مسلمين وان القرآن هو مصدر هذا الصبر وهو مصدر هذا الثبات وخد بالك ثم خد بالك ثم الف مرة خد بالك يا ابو الشباب ان واحدة ناشطة عندها قناة فيها نص مليون ولا فيها مليون ولا كده يعني بتعمل فلوس بسهولة وهي قاعدة في البيت ويكون عندها طموحات ان هي يعني تتطور وتوصل لعشرة مليون ده التفكير اللي بيبقى في دماغها انما تتحول مرة واحدة هكذا الى ناشطة سياسية تعرف ان وراها حد على طول ودي ما تشكش فيها الكلام مترتب ومتزبط وخد بالك البيت دي تعتبر بشاير يعني فيه قناتين ثلاثة بالشكل كده القنوات دي تعتبر بشاير ومش يقدر يعملوا فيها زي ما عملوا مثلا في اندروتات ولا كده ويخرسوه بشكل او باخر الموضوع هيفلك من ايديهم بدون شك فانا اتوقع ان دي بداية قوية للغزو الفكري لان البنت دي نادت او نادت او طالبت المجتمع الامريكي طالبته ان هو يقرأ القرآن ويفهم القرآن وجابت بقى بعض الفقرات اللي هي بتقول شوفوا قرنه بين حياتنا وبين الفقرات دي فقالت ان هي اتصدمت لما عرفت ان في القرآن الرجل ممكن يطلق مراته وعرفت ان في القرآن ان المرأة ممكن تعمل خلع من جزها لو ظلمها او كرهته لسبب من الاسباب او كده وعرفت امور بقى يعني دواخل كثير في المسألة وجايبة يعني نقاط اساسية بتمس حياة المرأة في المجتمع الغربي بشكل عام والبنت دي نفسها كمان ذهبت حتى الى ابعد من ذلك وقالت ان عبارة النصرانية اذا ضربك اخوك على خدك الايمن فادر له خدك الايصر قالت ان هذه العبارة يعني تؤرقها من زمان وهي مش مقتنعة بهذا الكلام وانه هو يجب ان الواحد انه يدفع عن نفسه وبعد كده يعني مدحت القرآن بشكل كبير نسأل الله لنا ولها الهداية والصلاح اللهم امين بس انا اتوقع انه حتى لو وحدة المشاعر البشرية حركتها والفطرة البشرية حركتها والفطرة البشرية والمشاعر ديت في اي واحد على سطح الكرة الارضية مهما كان مجرم لذلك المجرم بيحاول يتخلص من المشاعر عن طريق انه بيدوله حؤن وبيدوله خمور وبيدوله مخدرات وبيفضل عايش في ايتيه في حياته بالشكل ده لانه مهما اتقن الجريمة ومهما استمر فيها بيجي بعد كده عايز بقى حاجة تخدر ضميره وتخدر الوخز والارق اللي ضميره وبيعملوه له دوت مهما كان مجرم يبقى الابطال فعشان كده تلاقيهم ما يستغنوش عن الحشيش ما بيحربوشي ما يستغنوش عن المخدرات ما يستغنوش عن الخمور ما يستغنوش عن الامور هذه خلينا ارجع للب القضية ان انا عايز اقولك ان البنت دي طبعا عندها مشاعر زي كل البشر لكن لما مشاعرها تستفزها مش هتعمل ردة الفعل ديت لانها تخاف على القناة بتاعتها وهتخاف على مستقبلها وعيشة في امريكا طبعا وشايفة مجتمع الاجرام هناك وكده وهتخاف على حاجات كتير فبدون شك ان البنت دي عندها يعني عندها من يدعمها بل ربما كمان من يحميها لان انا قلتلكم قبل كده ان امريكا نفسها منقسمة قلتلكم امريكا تلت اقسام قلتلكم ان امريكا فيها 300 ميليشيا مسلحة ناك قلتلكم ان امريكا امراء حرب قلتلكم حاجات كتير عن امريكا فكل الامور دي لازم ايه انك انت تقول ايه في اعتبارك فالغزو الفكري والحرب الفكرية ان كانت بدأت بقناة او باثنين او بتلاتة ده معناها انزار قوي جدا للامريكان انكم انتو لو ما تراجعتوش اللي هيحصل انه هيجيلكم الغزو الفكري لحد عندكم ومش هتقدروا تسيطروا على الامور واسرائيل اللي انتو بتدلعوها من 70 سنة ولا 75 سنة في مهب الريح الوقتي وتفضحت فضيحة كبيرة وكذب الاعلام بتاعكم ظهر والناس مش هتسق فيكم وكده واكتر شيء يرعب اي حكومة غربية هو المجتمع الداخلي بتاعها لان المجتمع الداخلي في اي بلد غربي الوقتي هم المجتمع يعني افراد المجتمع متعودين على الحرية متعودين على النقاش ومتعودين ان هم ما يسمعوا كلام منطقي حتى لو كان كذب بس يكون كلام فيه تزيين وفيه منطق وكده وما يخلوش حد ما يسمع الرأي التاني لانه عارفين الرأي التانية هفضحهم وكده فدائما يسمعوا يسمعوا الناس في الداخل للصوت الواحد وكده فالمجتمع الداخلي متسيطر عليه الوقتي هيحصل فيه انفلات فانا زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده ان امريكا تسيطر على المجتمع الداخلي بطريقتين في بلاد العرب تسيطر عن طريق العصايا والسجون والمعتقلات والبغال العرب او البغال حكام العرب يضربوا الرعية ويقتلوا المصلحين ويخوفوا الصالحين ويخلوا الناس عايش شبائي في فوضى عارمة اما في بلادهم ما يقدرواش يعمل الحكاية دي وحتى ان قرروا ان هم يعملوها ويرجعوا بال ايام زمان حرب التلاتين عام وحرب البروتستانت والكاسيبيك والارتوزيكس ومش عارفوا الكلام ده ويخشوا في الامور دي المجتمع الان في الداخل مش صالح للموضوع ده المجتمع في اوروبا الوقتي علماني ويرفض الاديان ويرى ان الاديان هي سبب الحروب في التاريخ والسبب في كل التكوين ده هو انه الغرب هو اللي ربى شعوبه على هذا الامر فعشان هو يرجع ينقض هذا الموضوع ما ينفعش ينقضه في يوم ولا في سنة ولا حتى في عشر سنين ده عايز على الاقل في احسن الاحوال لو لو يعني اشتغل بجدية كبيرة وما حدش عكسه من الناحية التانية والظروف كانت ماشى معاه عايز له اقل حاجة عشرين سنة ولو بقى في حد يعكسه وفي حد يقوله كلام المضاد فمش هيقدر اصلا يعمل الموضوع والعمل وعايز له سبعين ثمانين سنة مثلا او كده وازينك من الشعر بيت المواقع التواصل الاجتماعي خرب بيتهم وعملين كده يعني كرسة في حقيقة الامر الكرسة اللي هم وعين فيها في مواقع التواصل الاجتماعي ان هم من الناحية الفيزيكالي يعني عمليا او يعني بشكل الفيزيكالي يقدروا يغلقوا مواقع التواصل الاجتماعي كلها لكن لو عملوا الحتة دي هيفسحوا المجال للصين وللروس ان هم يحتلوا مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي ينقلب الساحر على الساحر فاصبحوا يعني عملوا كرسة عشان يسيطروا بيها على العالم فانقلبت عليهم هم واصبحوا ان هم بيتضربوا بهذه العصايا طبعا في غرف المخابرات المظلمة المفاوضات شغالة لا تتوقف وعايزين يوصلوا لحلول وكده بس انا اعتقد ان صدام الامن القومي الغربي والامريكي الغربي ضد الامن القومي الروسي الصيني مش هيقدروا ان هم يتوصلوا الى حل وسط لكن ممكن يتوصلوا الى حل يؤجل المواجهة فقط مش اكتر من كده في نهاية الفيديو يا جماعة بقول لكم ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يدبر الامور والنصر يلوح في الافق ولنا لقاء والسلام عليكم اشتركوا في القناة